التشكيل والاحتمالات اللي ممكن تحصل خدوا بالكم الاحتمالات دي انا بتكلم بقول احتمالات لي لان حتى الان ممكن يكون المدربين بقود يفكروا لغد دلوقتي ولغد مكرة الصبح هل يبدأ بيزيزه في اليمين كل حاجة لها ميت حساب يعني بيماسك ورق اي كده قدامه وماسك قلم وقعد مع نفسه في القوضة بتاعته في الفند وقعد بقول طوال لو بدأت يبزيزه في اليمين قدامه مين الناحية تاني في الشمال في الاهلي جونيور اجايه طب جونيور اجايه من اللعيبة اللي عندها مهارة ولعيب هجام طب محتاج لعيب يهده فيزيزه من اللعيبة اللي ممكن تخش عليه ولعيب سريع فممكن يواجهه طب الله طب انا لو شلته من عليمين حطته في القلب هخسره من الحتة دي طب هلقو نجم يقدر يواجه مسلا جونيور اجايه اللعيبة ناحت الشمال وعلي معلول فهلقو نجم يبقى قدام احمد عيد او يبقى قدام حازم امام حيواجه ده? هيقدر يواجه ده ولا مش هيقدر يواجه ده? يا الحسابات بتبقى كده مش قصة بس ان زيزو بقى رعب علاها في الحتة دي? اكتر من الحتة دي? او ممكن يجيت في الحتة دي لو انا محتاجته? لأ. برضو قصادك مين? وهيبقى قصاده الناحة التانية مين? يا المسائل دي كده. بتحسب كده. فالمدربية اللي غد دلوقت ما بيحسموش المراكز دي. يعني غد دلوقت المسلمين يطالب المحلل للأداء وهيقعد معاه بالليل بعد شوية المفروض عشان يشوف اسلام جابر بيلعب ازاي? لما يلعب من حد الشمال. احمد عبدالغاني لما بيبقى سردباك هل بيلتزم يبقى مساك ومسك الفيرود? هل بيعرف يباصي يباصي من تحت ويستني بالكورة وعنده صخف نفسه? هل بيطفش الكورة? هل بدماغه ضعيف? هل بدماغه قوي? فكورات العرضي. لو بدماغه ضعيف تم انا ممكن اقوم زيق له اجيق له تعالى من وراه وكورات عرضية ودخل بدماغك. ممكن يعني. فهو كل مدرب عمال يدرس خصوصا بعد ما ظهرت صغرات المسحة بتاعت الكورونا لسه امبارح. ده التشكيل المتوقع له الفرقتين حتى